يبقى على طول طالما صفة حسنة يبقى أحطها في اسلوب متح صفة سيئة أحطها في اسلوب زم أدي أول خطة بعملها أصلا بحدد الاسلوب اللي أنا هبدأ بيه هل هو متح أم زم الأمانة دي كلمة حسنة صفة من الصفات الحسنة يبقى هضعها على طول في اسلوب المتح يبقى إما نعمة أو حبزة طيب هو طالب مني حاجة تانية قال لي خليه مخصوص واجب التأخير طيب أنا خدت إما جائز التأخير أو واجب التأخير جائز التأخير ده مع مين؟ مع نعمة وبئسة واجب التأخير مع حبزة ولا حبزة يبقى طالما قال لي واجب التأخير يبقى أنا على طول هروح لحبزة يبقى هتكون الجملة حبزة الأمانة حبزة الأمانة عندما تسود في المجتمع أدي حبزة أدي فعل المتح حبة وزا ده الفاعل الأمانة هي أدي مخصوص بالمتح واجب التأخير وبكمل إيه الجملة بتاعتي علشان المعنى يستقيم يبقى طالما قال لي واجب التأخير على طول بروح ليه لحبذة ولا حبذة أما إذا قال لي جائزة تأخير يبقى عندي نعمة أو بقسة لازم أخذ بالي من النقطة دي تقدر تتابع كل دروسك على تطبيق مدرستنا فلس مدرستنا المستقبل يبدأ الآن